بحقيكم من جديد من جوة وبره مع دكتور لوسي خليفة لنعرف أكتر عن منتجات كانا جود هالفقرة سيبتك التنين صباح الخير بوجو بوجو رح نحضر فيديو يلا لتكوني أخذت أنفاسك دكتور لوسي صباح الخير بونجور كيف بك تمام صباح كل تنين الناس تعودوا نخبرونا عن منتجات كانا جود وخبرونا اليوم شو نعمل شو رح نحكي شو رح نفرج الناس اليوم شي جديد نسري متعرف أنت كانا جود عندهم الترديشنال الكاسماتيك اللي نحن نستخدمون مثل داي كريم نايت كريم يعني كريم دجور كريم دونوي التونر نحكي كمان نحكينا عن بعض الأشياء اللي هي خاصة بالويتنين تاتي برايتنين في شي كتير أنا بعده كتير مميز بكانا جود وإتس ون أوف دا ايتم اللي عنا إياها هات هي الجولد كافيار ماجنتيك ماسك هذا مش أي برودوية ومش أي كامباني عنده إياه ماسك هوي؟ هو ماسك هلأ حتشوفيه حتتفاجأت التكنيك طبعه له كتير ديفرنت كتير نيش فينا نقول هيدا التكنيك أبدا ماستخدم كتير وبنفس الوقت بيعطي إفة كتير قوية استخدمنا بالسليبرتي في هاليوود استخدموه فور دا ريد كاربت كانوا يستخدمون لأنه هو إنستنتلي بيعطي تايتنينج وغلو هلا حاشرح ليش أنه عندو هالإفة لكتير أنت حتتفاجأ بالكونسيبت ونحن أمرار ما كنا بنعرف هالشي الماغنتيك ماسك أنت بتعرفين نحن جسمنا بقلبه آيرين بقلبه آينز اللي هنه موجودة بالبلاد عنا هؤلاء الآينز اللي موجودين بالسيلز هنه اللي بيغزوا الخلية يعني نحن كيف نحن نقول للإنسان بده أكسجن ليعيش والخلية بده الآينز لتعيش هيدول الآينز هنه آيرين بارتكلز اللي موجودين بكل خلية إذا خلية الجلد المفاصل عنا بالجسمنا بالكبد بكل شي هولي الآينز بارتكلز اللي هنه فيهم بوزيتف ونيجاتف يعني بلاس وماينس مثل الباتري هول الآينز نحن بتشرجوا يوجوالي ديلي لايف بتشرجون هنه مسؤولين عن كتير وظائف مسؤولين عن أي شي خاصوا بالجسم من أنه يكون فونكشن طبيعي يعني إذا نحن منحس حالنا أمرار تعبانين بتلاحظة أمرار حتى بيقول لك عندي فؤر دم صار عندي وجع بجسمي إذا عنده فؤر دم بيكون عنده إرهاك بيكون لون سكن تبعوله مور على يلو بيكون بيقول لك ليش وجيك شاحب اليوم هيدولي كله نخصون نحن نسمعون بالديلي لايف بس ما بنعرف شو هنه هنه أو ليه يعني أو ليش بتقولي أنه أوكي وجه أصفر الدم طب عولي مش منيح مش نايمة بالليل بس هو اكشلي اتسمى الفونكشن هو يعني اضطراب بالآينز جزئيات الآين اللي موجودة بالسل هولي الآينز يجوالي هنه بيشغلوا أزا سيركل وانا عم حاولي اشرحها للعالم حتى يعرفون لأنه كتير نيو كونسبت بس كتير حيلاقوا فيها شي مش معقول نتيجة يعني حيغير النتيجة هول الآينز هنه يجوال نحن بالخلية بيتقسموا بلس ومينس لما يكونوا هنه موجودين من خلية بلس ومينس تتشو حواليون تشو يعني نحن عم نقول هلأ خلية الجلد بتكون كمان تفولوا نفس التكنيك اللي هو الخلية من جوة بيكون بلس ومينس لما يكون بلس ومينس ساعتها نحن بكون عنا جود سيركوليش يعني بكون الدم عم يعمل سيركوليشن بطريقة مزبوطة الكولاجن عم يعمل بطريقة مزبوطة بكون عنا الخلية عم تشتغل مزبوط عم تقدر تعمل دفنس يعني دافع ضد العوامل الطبيعة من تغيير هورمون بالجسم من عوامل الطاكسنز اللي نحن من نعيشها بالإضافة ل تلوث الصن راديكولز اللي نحن أشعة الشمس لما نحن بصير عنا اضطراب بهول بهول نحن بصير عنا اللي منشوفه مثل أو منشوف مثلا السكن عم يترحل بمناطق أو حتى للتاشات أو حتى الروس اللي أحمرار اللي منلقيه بالوجه أمرار بمحلات فيه انت الصبح تقولي انه أنا مبارح نمت ما كان عندي هالحبة أو هالإنفلميشن منقول عنه الالتهاب بجلد وخلق ضغري هيك بالليل فجأة شو بيكون صار بيكون هول الآيونز هني فاتوا بقل بعض يعني نيجاتف والبوزيتف زي صاروا مشربكين ببعض بيعملوا اضطراب بالجسم مما بيعملوا اضطراب بهالجسم ساعتها بتحس الجلد منه مظبوط حتى بيأسروا على وظيفة يعني نحن نشوف الشغلة غلط بجلدنا بس يكون مأسرين على وظيفة الكبد على وظيفة الجسم كل هالإشياء بتكون مأثرة نحن بهالطريقة ما فينا نعمل لأي اي تصحيح لأنه ما عمنا الكونس مصير نحن ناخد ممكن أمرار أدوية غلط مصير ناخد اشي غلط الماغنتيك ماسك هو كتير كونس حلو حفرجيك علي معاف إذا الكاميرا هلأ بتقدر طلقت هالشي لما يشوف هذا بقلبه كوالد بقلبه كافيار بقلبه أكيد كل النيوتريين وبرجع الفلويد الحلو فيه أنا كتير بحبه لأنه كل السليبراتيز بها لوويد استخدمه هو كتير شو معه ملعقة صغيرة هو كل البرودويات هي مع بالكونتينر شو لو نغامي فرجيني هو هتشوف هتلاقي أنه أسود هلا هو بقلبه أكيد الـ إذا بتشوف هتلاقي الدهبة مارف إذا الكاميرا قدرة تاخد اللون الدهبة نيوترينس اللي موجودة بقلبه نحن هلا إذا بيضلوا نعملين معه ماجنت مش أي ماجنت هو خصوصي لقلو أنا من غير ما همرق الماجنت لفوق من فوق عم تلقط عم تشوفي عم تلقط أوكي هيدا اللي عم يعملوا هلا أنه خلق طاقة كهروم مغناطسية بالعربية لك في ماجنتك فيه دربت علي مني ايش حتى أولى لأنه كتير بالعربية صعبة إذا بتشوفي كيف شو صار شربوا الجلد إيه إذا بتشوفيهم على الماجنت نحن بهذه الطريقة بالماجنت اللي عملنا إنه لما خلقنا الطاقة الكهروم مغناطسية الماجنت أخذ الآيرون بارتيكلز أكيد نحن منخليه 35 دقيقة على وجهنا بيرجع من مرقة بيرجع من مرقة بعدين من مرقة هيدا بس اللي صار إنه هون مثل ما عم يشوفوا الدهب نحن نمسح الإيد فيه أو أنا حطيته على إيدي بس هو يجولي على الواج برمية هيك يدوسي على هالكاميرا أوكي أوكي بس نمسحها حنلقي نحن صار عنا شدة البشرة عطى صح شفت كيف اللون اختلف على الإيد ضغري هذا مع أنه أنا تركته بس يعني ما تركته المد اللي لازم يعني هو ببيض أصديق هو بعدل الآيونز بالبشرة يعني أنا شوفي عندي شوائب بالبشرة هو بيفرق البلوس آيونز عن النغاتيب آيونز نحن بهالطريقة لما حددنا السل خلينا السرق الحديث البوزيتيف والنغاتيب نحن صححنا الميل فونكشن فيها يعني إذا أنت عندك ساقينج سكن ومرق حيشده إذا أنا عندي إحمرار حيروح الإحمرار حيزيد الدورة الدموية يعني كلهم هايكونوا إنستنتلي لأنه أنت ما لعبت بس على أنه أنا وحطيت كريم وإي تابت ودات ست لأ أنت لعبت على كذا فيلد أنت لعبت على السل من جو أنه نظم طيلا العملية كيف تنظيم السير عنا مثل اليوم عجق السير مش طبيعية يعني كلنا اليوم علينا نحن وصلنا على الهواء اليوم مضبوط أنجة وصلنا صحوه نظم صار البلوس هون النغاتيب هون صار نحن عننا الخلية عم تشتغل بفعالية أكتر بأكسلريشن أكتر صار في تركيز بالخلية صار صار عندك غلو بتلاقي عندك البشرة حتلاقيها من تعشت أي انفلماشن تعشت ممكن تغرب بواحد لون البشرة يعني بواحد لون البشرة بشد البشرة بيعطيك التضوية اللي أنت ممكن تستخدميها بلا ميكب يعني أنت بتستخدميها ما بتحط الشي بتلاقي وجه كسر عطا غلو وبنفس الوقت هو تريتمان يعني إحنا صرنا فتنة هون مور إنه عم نعمل تريتمان يعني هذا تريتمان صار كل أسبوع إذا بتعامينه مرة أبقى بينعمل مرة بجمع مرة بالأسبوع كل أسبوع بينعمل مرة وهذا يعني حيضين واو بضيون ممكن شي 5-6 شهر لأنه مثل ما شفت حطيت نقطة اللي تلبت وهو بيمد على الوج يعني هو بينحط 35 ديار برجع بتقطع بتقطع الماغنت على الوج كل ياته وبتلق وبيدل النيوترينس نحنا بهذه الطريقة كمان نحنا بيكم بس شو الفكرة أنه نقطع الماغنت لأنه خلقنا ليه ما منغسل لا لأنه أنت بالماغنت نحنا هيدا ايرن لما نحنا حطينا حطينا الماس نحنا فوتنا النيوترينس نحنا فتحنا البورز بدنا نعمل نرجع شرينك باعله مع الآيونز لجوات الجلد بدي أنا أعملهم ساكينج باي الماغنت ليش حتى تبوش النيوترينس وخلي الفلويد يمشي زيادة للإنرس يعني نحنا نحنا بيكنا ما منستخدم بس التقنية أنه أنا الطبقة البرانية بدأ أشتغل علي نحنا بنشتغل على الطبقة التحت نية بالجلد هي بتصلح وبتعالش كل الشوائب اللي بتشوفيها على سكين أنا قلت قبل نسرين وبعني برجع بشدد أي شي بنشوفه على سطح الجلد هو خيالات شادوز من اللاب الإنجليش شادوز للإشياء الغلط اللي موجودة جوات سكين من تعرجات من إشياء كتير خاصة بساكينج سكين أو من شي خاصة بالتهابات أو اضطرابات بالجلد أو قلة كولاجين أو بيكون في دم اكزاكتلي نحن عم نشتغل على الطبق بس هو لازم نعالج من جوه مثل المرض مثل أي شي مناخده دواء وعنا مشكلة صحية مضبوط حتى بالماغنت نحن هلأ بيستخدمه كتير بدل الأوجاع المسكنات للوجع في إشياء كتير هتستغرب إذا بتشرب ماغنتيك ووتر يعني مي ماغناطسي أو ماغنطة ورابر من نقلة بالعربي كتير بتساعد على الحماية من أمراض الكانسر من أمراض الكبد بتساعد الجسم يحفظ النوترينس أكتر لأنه بيحفظ الفلويد والفيتامينز الموجودة بهذه الطريقة كمان الدهب والكافيار نحن غير أنه نحن كان محطوط جوا لما عملنا ساكنج للبل ماغنت وفتحنا البورز وعملنا لهم ديراكت لشرنكين يعني البورز فتحوا المسامات ورجعنا عملهم شرنكين فاتوا النيوترينس جوا حبسناهم جوا عملوا بروديوس للليكويد زيادة وساعتها الوجع عطى الإكلاء وبنفس الوقت غير أن الوجع عطى الإكلاء أنت حتلاحظ أنت ديراكت حتحسي وجيك أنه شد وعمل الانتفاخ اللي منحبه لأنه حبس أكتر كمية فلويد ونيوترينس لهي فيتامينات مثل السي والإي والأي اللي مكون نحن موجودة بالإنجريديانس عنها هذه هي تقنية كتير كتير جديدة بلك أنتو فاردين فيها بلك كان مبارف أنا مش سمع بهذا الشيء كان قول أنه تجمع نيوترينس أكتر من عشرة إنجريديانس مع الماغنتيك ماسك بهذه الطريقة كتير كتير ديفرنت يعني مع أنه هي قصة الماغنتيس هالتكنيشن بيستخدمها كانوا قلتلك بأمراض ما برهذا سامع موجودة من سنين يعني بس ما حدا استخدمها بسكن إلا بعد ما اكتشفوا أنه بسكن صارت كمان تفيد الدورة الدموية والكولاجين هايدي بالنسبة هايدي أكيد بعد ما نخلص فينا نمسحه بالتونر بس ما منمسح المرة بالتونر نحنا بعد ما خلينا عملنا المساج وحطيناها ساعتا نحنا بس منعمل تابينج بالتونر نعم عكل حال الرقم بيقطع الشيشة إذا أي حدا عباله يسأل عن هالماسك الثورة يعني هايدي الثورة هون صارت هذا يونيك بيكانة جولد وطبعا هو ماسك فريد موجود بس عندكم بدي أتشكرك دكتور لوسي بلتقي أنا وأنت أكيد الأسبوع المقبل